فتخيل أنت معي لو تبق هذا القانون في الشرق الأوسط لهالك معظم الشرق الأوسط لأنه كم من الناس التي تستخدم اسم الله باطلا وتنطق باسم الرب باطلا والعقاب بحسب شريعة موسى هي الرجم طبعا والعقاب هو الموت كم من الناس التي تستخدم اسم الله بالمتاجرة بالدين في المجتمع فاضي ومليان بيذكروا اسم الله والأغرب من الموضوع والأغرب والذي أنا بستغربه جدا أنه الناس يعني مرتعبة مثلا إذا الناس مثلا سبت النبي أو اعترضت على النبي بعقاب الموت أما الناس ليلة نهار بيستخدموا كلمة والله العظيم وكل الأشياء يا رب سمحني أنه حتى ذكرت هاي الجملة أنه ليلة نهارا اسم الرب ينطق باطلا وتخيل لو طبقنا هاي الشريعة لهالك معظم الشرق الأوسط لأنه مكتوب لا يتبرأ لا يتبرأ لأنه فعلا اللي بيستخدم اسم الله بتهادن بمساومة بمسايرة لا يتبرأ وهذا يسبب اللعن على الأرض وإحنا على فكرة أهم شيء في الموضوع أنه نحسم الأمر أنه المجد كله يعود لالله في مشكلة كبيرة عندنا في الشرق الأوسط وحتى مش بس بين المسلمين كمان بين المسيحيين للأسف للأسف أنه الكتاب يقول نحن مخلوقون على صورة الله أي الصورة الأدبية والروحية ولكن كتير من الناس عم بتجيب الله للحيز بتاعها وكأنه الله مخلوق على صورتنا إحنا مخلوق على صورتي فأنا بشكل بالله باستخدم اسم الله بانطق باسم الله باسم الرب باطل فاضي ومليان وبتاجر في الدين وبكذب في الدين وباستخدم الدين ليه؟ لأنه هذا المنفذ لا إله في الشرق الأوسط عادة المنفذ هو الدين بدك تحل مشكلة سياسية دخلها في الدين بدك تحل مشكلة بلد عندنا دخلها في الدين بدك تحل أي مشكلة تبرق أي نفس دخلها في الدين فالناس عم تستخدم اسم الله باطلا ومن البداية الله وصى لا تنطق باسم الرب باطلا مكتوب لا يتبرق وهي عقابها لأنه تعتبر تجديف على اسم الله فالعقاب بأموت اشتركوا في القناة